موسيقى نشاط الأخبار أهلا بكم قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باطلي إن الهدف من الجولة التي يقوم بها إلى دول جوار ليبيا دعم عمل اللجلة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 لتحقيق الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من ليبيا عبدالله باطلي وعقب استقباله في الخرطوم من قبل رئيس مجلس السيادة العسكرية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان شدد على أن تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا ودفع التسوية السياسية لابد أن يتم بإشراك دول الجوار هذه الزيارة تدور حول هذا الموضوع المهم ننتظر دعم الدول المجاورة لليبيا للعمل مع مجموعة 5 زائد 5 لتحقيق الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب يسعدني أن أقول أن اللجنة بدأت عملها مع أربع دول هي ليبيا، سودان، تشاد والنيجر وقد أحرز هذا العمل بعض التقدم وحان الوقت الآن لإعادة فرضها ولهذا نحن متواجدون اليوم هنا يقوم إذن المبعوث والأمم إلى ليبيا عبدالله باطلي بزيارة رسمية إلى دول جوار ليبيا في إطار مساعيه لإعادة السلام والاستقرار ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع تسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد بخطوات إيجابية تتجه الأزمة الليبية إلى الانفراجة على المستوى الأمني عبر جهود حديثة أفضت إلى توافق اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 على عدة محاور ترسل استقرار المنشود منها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمساهمة في إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دعماً لتلك الجهود وتعزيزاً لتقدم المحقق يجري المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باطلي جولة رسمية تشمل دول الجوار جنوب ليبيا باتبارها حلقة هامة في معادلة الاستقرار إن الهدف من هذه الزيارة هو متبعة مدى تقدم العمل في ليبيا بخصوص تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الموقع منذ مدة قادة لجنة الخمسة زائد خمسة والمراقبين الدوليين يعملون سوياً في مختلف المراتق في ليبيا إذ يمكن القول أن اتفاقية وقف إطلاق النار سارية بالإضافة إلى أن هناك ضرورة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لضمان الاستقرار والسلام في ليبيا يشدد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن الاستقرار الذي ينشده الليبيون لا ينعكس عليهم فحسب بل يتعداه لدول الجوار والمنطقة برمتها من المهم أن تتعاون جميع الدول لتنفيذ هذا الوضع وهذا الهدف المتمثل في انسحاب المقاتلين الأجانب المرتزقة لذلك لن يعود الاستقرار والأمن إلى ليبيا فقط وإنما لدول الجوار أيضاً نريد أن تتأثر هذه الدول بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة بما ينعكس سلباً عليها خطوة باتل الأخيرة تأتي في محاولة لتثبيت وضع أمني هش تعيشه ليبيا وإحداث اختراق في أزمة مستعصية تحول أطراف دون الوصول إليها عبر التمسك بمصارات موازية وسط إصرار شعبي أممي ودولي على ضرورة تكريس المصار الانتخابي كسبيل يظل الأوحد لحل الأزمة الليبية في خبر آخر أكدت تونس التزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة جاد لكافي بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى تمثل فرصة متجددة لاستذكار التضحيات الجسام للشعب الفلسطيني وأعربت تونس عن انشغالها الشديد إزاء ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من اعتداءات متكررة في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الأممية والقانون الدولي فرضت قوات الاحتلال الصهيونية الجمعة إجراءات قمعية على ألاف الفلسطينيين للعبور إلى مدينة القدس لأداء ثاني صلاة جمعة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك وسط استمرار الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والاعتكاف في أولى القبلتين خلال الشهر الفضيل في فلسطين ليس سهلا الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بسبب عراقي للكيان المحتل الرامية لإعاقة عبور المصلين أمام المعابر المؤدية إلى القدس استفى الآلاف من الفلسطينيين نساء ورجال ولساعات في انتظار أن تسمح لهم قوة الاحتلال بالعبور إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان على مسافة قصيرة يقف جنود الاحتلال مدججين بالسلاح يراقبون بدقة حركة المصلين العزل ممن ساعفهم الحظ في العبور إلى مدينة القدس المحتلة لأداء ثاني صلاة الجمعة في المجد الأقصى المبارك فيما تم رفض دخول عدد كبير منهم بحجج واهية طريق سعب يعني سعب كثير مش شوي لأنه قلنا ساعتين ودنيا ليل وإحنا واقفين بالدور يعني فيه ألفات بره الناس يعني أزمات أزمات قوية مش بشكل يعني مش شوي وبالقطار يعني نزلوا الناس شوي شوي ورغم قيود جيش الاحتلال وعراقيله تمكن ربع مليون مصل من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بحسب الأوقاف الإسلامية في القدس وفي المدينة حشدت قوات الاحتلال المئات من عناصرها في أنحاء مختلفة سيما في البلدة القديمة ومحيطها بينما عزز جيش الاحتلال وجوده على الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية والقدس المحتلتين يأتي ذلك وسط دعوات فلسطينية للرباط والاحتكاف في المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل لإفشال مخططات الاحتلال الرامية لتهويد القدس ولئن عرف الاحتلال بتشديد إجراءاته القمعية على الفلسطينيين الراغبين في العبور إلى مدينة القدس لتأدية صلاة الجمعة في الأقصى على مر الأيام فإنه يجعل الأمر أكثر صعوبة خلال شهر رمضان الكريم خطوة صهيونية ترمي إلى هيمنة أكبر للكيان على الفلسطينيين وتهويد القدس استهدفت الصواريخ الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل الجمعة مواقع في جنوب غرب دمشق ما أصفر عن أضرار مادية حسب وكالة الأنباء السورية ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات صواريخ من الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق وأضف المصدر أن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها مشيرا إلى أن القصف أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية تبنت روسيا الجمعة استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية تقدم الولايات المتحدة والغرب على أنهما مصدر تهديدات وجودية لموسكو وقال الرئيس فلاديبر بوتين إنه وقع الجمعة مرسوما يعتمد النسخة المحدثة من عقيدة السياسة الخارجية الروسية مضيفا أن هذه الخطة الجديدة مرتبطة بالاضطرابات على الصحة الدولية التي تجبر روسيا على تكييف وثائق التخطيط الاستراتيجية الخاصة بها قامت وزارة الخارجية بتنسيق مع الإدارة الرئاسية ومجلس الأمن والحكومة والعديد من الوزارات والهيئات بعمل واسع النطاق ودقيق لتحديثه وجعله يتماشى مع الواقعي الجوسياسي الحديث لقد وقعت اليوم على قرار بالموافقة على المفهوم المتجدد للسياسة الخارجية الروسية بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستراتيجية الجديدة تأتي تماشياً والطبيعة الوجودية للتهديدات الناتجة عن تصرفات الدول المعادية على حد تعبيره متهماً الولايات المتحدة وحلفائها بشن حرب هجينة ضد موسكو تم على وجه الخصوص رصد مستوى غير مسبوق من التوتر الدولي على مدى العقد الماضي وهذا يعتبر خطراً وجودياً يهدد الأمن والتنمية في بلدنا التوتر والتهديدات التي نعيشها هي نتيجة لتصرفات دول غير صديقة إن المفهوم الجديد للسياسة الروسية يطلق على الولايات المتحدة تسمية المبادر الرئيسي والمحرد الرئيسي على انتهاج الخط المناهد لروسيا وبشكل عام تهدف سياسة الغرب إلى إضعاف روسيا من جميع النواحي ما يمكن اعتباره حرباً هاجينة من نوع جديد أعلن الأمن العام للحلف الأطلسيان ستولتنبرغ الجمعة أن علم فنلندا قد يرفع أمام مقر الحلف في الأيام المقبلة بعدما صدقت تركيا على انضمامها وكتب ستولتنبرغ في تغريدة أنه يتطلع إلى رفع علم فنلندا في مقر الحلف الأطلسي خلال الأيام المقبلة وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف الرابع والخامس من أفريل الداخل في بروكسل جاد لك عقب موافقة البرلمان التركي في وقت متأخر من مساء الخميس على مشروع قانوني للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو لتكون تركيا آخر دولة عضواً في الحلف تصادق على هذا الطلب قال رئيس وزرائي المجر فيكتور أوربان إن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من مناقشة المسألة التي كانت تتجنبها في السابق والمتمثلة في إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا ولفت أوربان في تصريح صحفي الجمعة إلى قرب ما أسماه مشروعية مناقشة القادة الأوروبيين ما إذا كان يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرسال قوات حفظ السلام من عدمه مشيرا إلى أن السؤال الوحيد حاليا هو الدبابات أو عدد الطائرات أو القذائف التي تحتوي على عناصر اليورانيوم دع رئيس بيلاروسيا أليكسندر لوكاشينكو الجمعة إلى هدنة في أوكرانيا ومفاوضات بلا شروط مسبقة بين كييف وموسكو وقال لوكاشينكو في خطاب إلى الأمة إنه من الواجب تسوية كل المسائل حول طاولة المفاوضات متهما للولايات المتحدة وما أسماها الدول التابعة لها بالتسبب في اندلاع حرب شاملة في أوكرانيا نحن بحاجة إلى بدء المفاوضات الآن وليس لاحقا إلى الممثلين الغربيين الذين تحدثت معهم ونقشت هذه المسألة قد دائما أسألهم وتوسلت إليهم الآن 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 وليس غدا يجب أن يتوقف القتال يجب إعلان وقف إطلاق النار دون الحق في التحرك وإعادة تجميع القوات من كلا الجانبين ودون الحق في نقل الأسلحة والذخيرة والقوى العاملة والمعدات كل القضايا الإقليمية وإعادة الإعمار والأمن وما إلى ذلك يمكن حلها على طاولة المفاوضات دون الشروط المسبقة الرئيس البلاروسي حذر من حرائق النووية تلوح في الأفق على حد قوله مشددا على أن الأسلحة النووية التاكتيكية روسية المقرر نشرها في بلاده ستحميه من التهديدات الغربية لافتا إلى أن هناك خططا لغزو بلاروسيا من بولندا المجاورة إنهم يستعدون لغزو بلاروسيا لتدمير بلدنا إنهم يدربون الهاربين لدينا كميليشيات وقطاع طرق يتحدثون عن ذلك بصراحة يمكن التخلص منهم إنهم يتلقون الآن بعض الخبرة الأولية في أوكرانيا ولكن بشكل أكبر كوقود للمدافع بالنظر إلى الظروف والوضع الأسكري والسياسي الحالي في جميع الحاء بلادنا فقد كثفت صراحة محادثات مع الرئيس بوتين بشأن إعادة الأسلحة النووية إلى بلاروسيا دعت تصين المجتمع الدولي إلى دعم الدور القياد لإفريقيا في إحلال سلامها وأمنها وذلك خلال مناقشة مفتوحة رفعت المستوى لمجلس الأمن الخميس حول تأثير السياسة التنمية على تنفيذ مبادرة إفريقيا إسكات البنادق وقال الممثل والخاص للحكومة الصينية للشؤون الإفريقية ليويوي إن مجلس الأمن يحتاج إلى التفكير بجدية في أسئلة تتعلق بكيفية تعزيز التنسيق الدولي لمساعدة إفريقيا بشكل أفضل على مواجهة تحدياتها وكيفية إقامة تضافر بين السياسات التنمية لمعالجة الأسباب الجدرية للصراعات وكيفية تعزيز تعاون الأمم المتحدة مع إفريقيا لتقديم دعم أقوى قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية مونينج الجمعة أردا على سؤال بشأن طلب تايوان الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي قالت إن الصين تعرض بشدة انضمام تايوان إلى أي معاهدة أو منظمة رسمية حيث سبق لها وأن تقدمت عام 2021 بطلب الانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي انتهت النشرة شكرا لكم تبقى الروابط والإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة